اتفضلي يا حالف اتفضلي ما كانش معاك بتخرجك النهاردة كان ايه لازمته بقى ان انا اعمل مشاكل في المستشفى عشان عشان تخرج النهاردة بكره المستشفيات او يا حالف محبش العظافية انا هنا في البيت عبا كويس ان شاء الله لما نشوف هتعرفت اخد بلك من نفسك ولا لا ايه يا حالف وانتي بتكلمي معاين صغير اولي العافو بس بتتصرف تصرفات عيال مراهقين ولا نسيت انت دخلت المستشفى ليه وانتي عرفتي طبعا عرفت ايه دي حاجة بتستخدم ايه ترا ما دولي يحي خلاص يا حاجة او مش واتوا الكلام ده هابحكيلك على كل حاجة بعدي ثانية واحدة تفضل زكي اه اه أهلا تفضل مادام حلا صاحبة ناس من الله يرحمه لأ أبوي يا مادام حلا أهلا يا عمي كنت أتمنى قابلك في الظروف أحسن من كده أنا كنت أتمنى أن الظروف تي ما تحصلش خالص أنا عملي قدي حال الدنيا يا عمي يحيي أنا هتطرر مش دلوقتي ما نجلكش في حاجة وحشة يا عمي تفضل يا حالي تفضل ما يقوى يا حالي ما يقوى تم تتكلم أين ده أين ده انت تعرف السيت دي من إيه؟ ما قولتلك صاحبة ناس ما الله يرحمه فيه إيه؟ السيت دي مش كويسة مش كويسة؟ ايوه هو انت جاية تطمن عليا ولا جاية تشتف اسحاب ملط يا الله يرحمه مكفاية بقى يا اخي انت عامل ايه انت كويس مش كده؟ لا والله اه كويس او هبقى كويس ان شاء الله انا عارف انا عارف يابيني فيه بنا مشاكل لكن خلي بلد مصحتك انصاف مش مستعدة تتصدم داني فيك بعد صدمتها في نسمة قول لها انصاف يحيى هيبقى كويس هيبقى كويس اوي قول لها ما تقلقش السيت دي تعرف تعرف نسمة منين انت ايه خيط السيت دي؟ انت عليك عب فيت اسمه السيت دي؟ هرام عليك انا تعبان على فكرة انت ليه مش حاسس بقى اي حاجة كده؟ خلاص 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 انا عاسف ان انا خوش امي لابس فين جاله اخو امي لات ما ايه؟ امي لابس فيك هوا امم امم امام امم اجسكنة ك염ة م Georgia ولا أحرم أم من ولدها الثلاثة أنا طلعت عقيمة بس انت كنت حناين علي ورزقتني بنسمة رزقتني بنسمة تبقى بنتي عدى أبوها أمها ما ماتوا وديك عرمتني منها أوه يا نسمة عرمتني منها عشان أدوق جزء من القهرة اللي قامني حسن بيها يا رب يا رب أنا مليش عينة أطلب منك حاجة أوه أوه إيه اللي جابك هنا سارينة؟ فيها يا كيتي ما تسلمي الأول لا سلام ولا كلام يا عم بقولك إيه اللي جابك وربنا لغلطانا إن قلت لك على مكان شغلي أصلا إيه كيتي وانت شفت عفريت وبعدين يعني مش أول مرة جيلك مهر مصيبة بقى إنها مش أول مرة والمدام لو عرفت إن في حد بيجيلي هنا هتكروشني في الشارع بسببك ماشي يا كيتي أنا بس إلقت عليك لما لقيت تلفونك غير متاح يا أخوة بقفل وساعة الشغل إنجز بقى وما تجيش هنا تاني جايلك في الشغل برضو تسبوك حافلة كده من بتوع الزمان وحتطلع لك منها بقلشين حلوين انسى يفتح الله يفتح الله فين يعني؟ من إمتى الكلام ده يا كيتي؟ من دلوقتي يا أخويا عندي شغل ومش فاضية تهمت كده ولا فهمك تاني؟ ليه كده يا كيتي؟ ولا خلاص تعوجتي علينا؟ ولا عوجة ولا بتاعوح يا تومك بقولك إيه؟ بطلنا بقى يا حبيبي شغل التنطيت والقطاعي ده خلاص تب أجيب حد غيرك منين؟ جرايا سنينة ما تتصرف أنا خلاص يا حبيبي بخ كده حفلات وتنطيت وانشغالة في مستوصف يعني ده كبري وكل غنى وتنطيت ماشي يا سريم بعد ما خلص هنا هوت هبأقولك موعيد أجاستي وبأحط في الحفلات الموقوسة بتاعتك ماشي يا نجمة لما نشوف آخرة عوجانك ده إيه؟ ربنا يعوض علينا في السبوبة اللي راحت سلام كيتي 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 ايه بيت خير عايزايا ما فيش يا أختي قبل النهواند عايزاك يجوه نعم يا مدايك اوه زي كيتي انت بقى يبدأ على نمرتك نص ساعة والله وبقى لك نمره وبأسمك والوحدك وبتهز الصلاة البركة فيك مدايك والله يخليك الله كرمه لا يا نجمة البركة في قبولك مع الناس اللي انا بقى ولا فهمان ولا لقياله تفسير لحد دلوقت يعني يا مدايك مش فهم قصدي يعني ان انت في نعمة ومحدش يحس بيها ولا يحسدك عليها غير زميلك بقى البنات المرمية عطرة بزرط اوه انا عارفة ومقدرة النعمة دي شكر يا مدايك طيب مدامي انت حلوة ومفتاحة كده ومقدرة النعمة ما سمعتيش ليه بقى الكلام اللي انا قلتلك عليه من اول يوم جيت في المكان ده المنبر مش فهمة قصدك ايه هو انت كل كلمة بقى هتعاطي تقوليني مش فهمة مش فهمة مين ده اللي انت كنت واقفة معيه اوه ده سارينة اخويا وابن حتتي بجيت تولخي هو انت عندك اخ واسمه سارينة لا انا اقصد يعني زي اخوي لما اخزة اهو المشكلة بقى بزي دي بس طيب تبتدي بزي يعني زي اخويا زي جاري زي وزي زي جوزي مثلا طيب ايه رأيك لا مدام لما اخزة وضحك كلامك انا مش فهمة طيب ايه رأيك ايه العقاب اللي احطهولك احطلك عقاب واخليك يبيع عبر الكل واحدة تفكر تعمل زيك ولا عد ذهالك وانور اللمبة الحضرة واسمح بقى لأي واحدة تعمل زيك وتتجرى شفتي بني كيتي وصلتيني لإيه انا اسفها مدام حقك علي انا مش عايزك تتأسفي بس انا مش عايزة حد يعلم عليكي ويجي يقولي كلمة انا باب المشاكل هنا ما بيتفتحش للا ما حد بينقلي كلام على حد ماشي مدام من العصف مش تتكر يلا روح تشوفيني مرتك بس بقولك يا كيتي لو وصل لي كلمة عنك ولا ريحتك فحت كده تاني عقابك هيبقى معي انا واجارك الله بقى منشرق البيت عاملة ازاي بالإذن إذنك معيك موسيقى 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 بلالله حيبتي انا راجع قريب ان شاء الله وبعجبلك كل اللي انت عايزيني يلا خلي بالك من نفسك وخلي بالك من مامي ولما مامي تيجي بقى اقول لها ان انا أنا أتكلمتك ها؟ يوم باي طمّنت على حبيبها؟ نعم الحمد من الكويسة عدم عدد ملمومتها فين؟ مش عايبه أكيد المشوار أصحى 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 بقى ها أنا زر راحت علي أنهم هسا كم دلوقتي؟ مين الست اللي كانت عايزة تاخد فلوسة جدي؟ ست تتكلم عن إيه؟ أنت؟ طول الليل عملت نازل عملت زعق لوحدة وتقول لها مات أخديش فلوسي ومش عارف إيه مردتش يا صحيك كان شاكرا بتعبان آه 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 يا كوابيس بت بتجيدي كل شوية كده ما لازم هو ما مش عشان عشان الناس ليجوا يعزوه بعد شوية ناس يلو عزوني؟ في حد بيعزي حد الضغر أحبني 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 شوقت وبعدين انت حباب مراتك كتير ايه؟ انت فيه علاقة بينك وبين الست اللي كانت أنا مبارح ولا ايه؟ لا طبع عيب انت عارفك وايس قوي ان انا بحب الناس مع أمي في حياتي ما خنتها بعدين انت مالك مهتمة قوي بالست دي من مبارحة ليني أسئلة وفي ايه؟ لا 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 مش مهتمة ولا حاجة ايه تم بيها ايه؟ انهم اروح لأنصاف بيتها من مبارح لوحدها وهي المفروض ما تبقيتش لوحدها في الوقتي دي ايه وانت انت لم يدومك وحاجتك تعال اقول معانا من فاش توقيت لوحدك دي وعدين انت بقى تنزل الوكالة ما تنساش انا عندنا شغل في الوكالة شغل ان شاء الله قريب لما فوق طيب السلام عليكم عليكم السلام يا رحمة الله وبركاته انت لسا فاكر ان في واحدة مستنيك؟ طيب اسمحيلي بالدخول الاول وبعدين اتكلم فهمني بقى في ايه المفروض اني كنت مسافرالك ألم حكتي وفجأة لقيك اختفت ينفع كده يا يوسف ممكن تهدي شوية وتسمعيني أولا طبعا أنا جاي مخصوص علشان اعتذلك وثانيا كان عندي حفل في أمريكا وهناك تعبت فعلا طب كلمني يا يوسف انت عارف أنا فكرت في ايه عارف عشان كده جايلك النهاردة وحاجة ذهاب وعودة علشان نجدد الاتباء اللي بينا وهو عيدك اني مش هختفي من قدامك تاني قصدك تالت في العموم مش هختفي تاني فين ابتسامة بقى وكلمة وحش تاني اللي أنا مستني اسمحها منك مش هسمعها لك يا يوسف خلاص أنا هسمعها لك وحش تاني قوي قوي مش هقولك وانت كمان من حقك ما تقوليش حاجة غالص عموماً هنلغيت كل الحفلات لعندي الشهر اللي جاي والشهر اللي بعده كمان عايزك تجهزي علشان نتجوز ونلف العالم ونشوف كل الحتة اللي مشوفناش مع بعض أجهز تاني يا يوسف وتالت كمان وحن حالتنا حد بربعض ولا في حد تاني ولا مش واخد بالي أيوا كده بتسمي ما كانش يهون عليها سافر دبي واسيبك زعلانة مني نهاردة تروح وجيلك بالسلامة تروح وجيلك بالسلامة أبوي ما بطلش سؤالة عنك من ساعة ما جيم درح وشايفك أنا افتكرت ويعرفك قبل كده بتتصوريش كم من الأسئلة تعرفها منين؟ طب نسمك هتتعرفها منين؟ طب إنت في حاجة ما بينك وما بينها؟ طب وإنت قلت له إيه؟ قلت له عيب نحنش في الظرف يسمح نحن نتكلم فيه في الكلام ده قيب ربنا يعدي اليومين دول على خير ولنفسه في حاجة يعملها تعرف إن أنا كنت غابي قوي لما كنت عضايا حياتي بأيدي بس الإنسان كده في الظروف اللي زي دي ما بيشوفش الحاجات الحلوة قوي كان متأخر قوي المهمة دلوقتي أنت لازم تبطل الهباب اللي كان عيضيعك ده أنا شكلي فعلا لازم أعمل كده بس مش عارف إمتى وزي أو على الأقل أنفس حاجة من اللي طلبتهم مني نسمع وأنا ما عملتهمش مالك الشكل كده في حاجة عاوزة تقوليه قولي خطر على بالي سؤل بس ملوش لازم اسأل يا حلا أنا عملي في حياتي ما تدائي منك هو أنت هتبطل عشان دي كانت أمنيت نسمع ولا عشان أنا طلبت منك حاكتين بس كان نسمع نفسها فيه الخلفة وأنا بطل ترامو دول كل ما شكلنا وخنائبنا كانوا على الحاكتين دول وأنا صحيتها لكنت عاوزة أخلف وأنا راضي أبطل أنا بحب جوي حلا بحب جوي ومصدق أحساسي نحياتك بس خوفي وقلقي من الموت والفوبيا اللي ملازماني طول الوقت خلاص ما بيتش فرقه معي من ساحة ما نسمع ماتت ما بقاش فرقه معي أي حاجة حتى أمي وأبويا طول عمري كان جواي أحساس كوري اليوم مش مفهوم ومش مبرر إنما دلوقتي أنا مش حاسس بقى أي حاجة طيب وأنا أي حاجة دي ما تعرفش أنت بقى أي دقي بالنسبة لي أرغم إن أنا مش حاسس بقى أي حاجة حولي ولا بقى أي حد بس أنت الوحيدة اللي حاسس بها ما عرفش الزي طب أنا لازم أقوم دلوقتي عشان أنا سايبة حبيبة من الصبح الوحدة ريحة لأ أنا أنا دايقتك في حاجة يعني بكلامي دايقك بالعكس خولس أنا بس مش عايز أسلي بحبيبة أكتر من كده الوحدة خلي بالك هتنفسك هبقى الضمن عليك في التليفون أوكي طواري بضلي أرساتك عملت إيه من مبارع؟ ما فيشي خلصت الكبارير وسحت السبحية השيقت كده و رحت جايّالك الآن قوا ليلي صوت الكمو اقتدس لي و أنت بكلميني يوسف جاه لنهاردة ممممممممم و بعدين مفيش المفروض أني حسفر له قريب و يرجع يختفي تاني و تحط إنا إيدك على خدك لأ يختبي لاشي لا واللهي ده كان عيانه في المستشفى المهم دلوقتي انت هتعملي ايه؟ هعمل ايه في ايه؟ ايوه يعني لما انا سافر هتصرفي ازاي؟ يختي ما تقلقيشي وانت كنت هتسافري معاه قبل كده قبل ما يختفي منك كان حصل ايه يعني؟ انا دلوقتي بشتغل وعندي مكانة بات فيه ومترستقى والحمد لله اتطمني انت بس وتوكل على الله طب ايه رأيك؟ لما سافر ابعتلك تجيلي على فكرة انت ممكن تشتغلي هناك وعلعلت بجنبي يا نسبتي لا يا اختي طنتيه التاني ده انا ما صدقت مسكت في شغلانه ولقيت حتة التوى فيها لا طبعا سافر انت وتطمني علي وهنبقى على اتصال شو حبيبتي لازم تحطي لو اطرع القطبان عشان يمشي كويس ها؟ بس العجل بتاع ده مكسوس معلش سبيه معني دفع فلوس قد كده ايه ده صيني ده ولا؟ ايه في ليه ايه في ليه حدث ايه في ليه؟ انت بتابل ايه هنا؟ وانت ادخل يا لقطك بس يموه ادخل يا لقطك نعم ممكن تترضيني لو عايزة حقك وانت فاكرني زيك؟ من الاخر جاي هنا عايزة انت هي اللي بينك وبين يحيا؟ وجاي لغايت هنا عشان تسألني ما سألتوش هو ليه؟ انا سألته قدامك قال ان انت صاحبة نسمة امرأة الله ارحمه وما قلتلوش انك عامل ينصب علي ومضيني على شكات وكنبيالات وبسببك امي ضايع لغايت دلوقتي؟ عشان كده انا جاي النهار ده عشان اخلص كل المواضيع دي هادي العقد اللي انت ماضي عليه وقادي وصولات الامانة بسكي بسكي وهادي شيك بمئة الف جنيه مع انه مش كل حقي بس ماشي والمقابل؟ سيبي يا حيا وهعمل كل اللي اتعايزة للاسف مش هينفع يا عمي عشان انا ويحيا بنحب بعض وهنتجوز ويريد بقى انت لو جدع تروح تقوله ان انا بنت عم ما تنشي فيش دمارك انت مش قادي اعلى ما في خلك اركب انت مش مفروض متجوزة وليك زوج يعني وانا ما قلت لكش ما انا هتطلق وهتجوز يحيا وعيش في بيتك على فكرة الموضوع مش موضوع ويرث انت حرقت قلبي على بنتي وعلى امي اكتر من مرة ويريتك زمان كنت تديدني حقي ما كناش وقفنا الوقفة دي دلوقتي لكن نظرة الزول اللي انا شايفها في عينيك دلوقتي عندي بالدنيا كلها ده اخر كلام انت عارف ان انا ما بحبش اتروت حد من بيتي بس لو عايز تمشي انت عارف مكان الباب فين ويريت وانت ماشي تبقى تاخد البتاعدة معاك يا جدو سرينا سرينا يا جميل ايه عايز يا فتحي في مصلحة جميلة وانت اول واحدة اكلمه فيها مصلحة ايه لو برشام انا بطلت بطلت ايه ده كرتونا جايالي مليانة ومتعبية وبروبع التمن وبضع فخر من الاخر واحد زي سرينا حبيبي كده مقلبها من مخزن عدوية هنصرفها وبالسعر اللي انت عايزه لا كرتونا ولا شريت انا خلاص بطلت يا ابني بقولك كرتونا يا ابني ما تبقاش فقري بقولك يا فتحين والناب انا عايز اخلص كلها على خير طب بص بقى سرينا فكر في الموضوع واقولي والحاجة جايلي كمان يوم ايه ورقمي معاك تكلمني اه يا عم اقولك رينيلي وانا اللي اكلمها ماشي 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 سلامة سلامة مع السلامة يا عم امشي مين يا سرينا اللي كان بتكلم معك ده اه ده فتح يا اما فتحي فتح اللي كان بيوزع معك زمان والسجن ايوه هو ده تخالي يا اما العبيد كان عايزني اسلفه فلوس وبتقولها يا فتحي لو لقيت حد يسلفك تبقى اقولي اشتركوا فيiasm هه هههه ههه ههه أههه ههههه كنت خايفة خالف لحظة نموت طبما انت هادموت اه 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة